ازايكم يا بنات عاملين ايه لأول مرة يتابعني انا هدير بعمل فيديوهات اعادة تدوير بطرق مختلفة وجديدة فيديو النهاردة هيكون خارج عن المعطاة شوية بس عشان اتطلب مني كتير ان انا نزل لكم انا ازاي غيرت شكل السرير بتاعي من كبوتنية للشكل اللي انتوا شايفينه ده حبيت ان انا برضو لما اغير شكل السرير اغير معدي كرات اللي كانت فوق السرير انا كنت حط رفه وكنت حط عليه طبلغات وشوية بوتاة زرع كده عملت الثلاث طرات دول النهاردة هنعرف مع بعض انا ازاي غيرت شكل السرير وبعد كده هشتغل معاكم الطرات اللي فوق السرير دي زي ما انتوا شايفين انا اشتغلت اصلا على الكبوتنية عايز اقول لكم يا بنات انا ما غيرتش الكبوتنية خالص ولا جيت اصلا عند السرير شايفين الكستر بتاع الاطباق ده انا جبت منه 12 وبدأت اثبت ستة جنب بعض من فوق وبثبتهم في ظهر السرير من وراء كل ده انا ما جيتش عند الكبوتنية زي ما بقول لكم وبعد كده بقى روحت مسبتة في كل واحدة واحدة تاني وبعد كده بدأت شدهم من تحت وسبتهم بالشمع في الخشب بتاع السرير بكده احنا غيرنا شكل السرير جدا بقى مختلف جدا اكنينا جيلنا السرير تاني وما جينيش عند الكبوتنية اقدر نشيله في اي وقت تاني حاجة بقى ازاي انا عاملة ديكورات اللي فوق السرير او الطرات دي اه ده شسيحة ديد انا بعمله عند اي حداد عاملة واحدة مقاس تلاتين سنتي واثنين مقاس خمسة وعشرين دقش جبته برضو وهبدأ بيباع بالميت جرام وبيباع برضو بالكيلو زي ما تحبي هنعمل الغرزة دي على نصها كده مثلا بصوا هي سهلة جدا ما فياش اي حاجة صعبة هي بصوا منتني الخيط نصين وبعد كده بنقوم مدخلين الخيط تاني من جوا ونشده على الشاسي انا قررتها معيكو خمس او ست مرات كده بس علشان تكون واضحة لكن انا ما بحبش اطول في الفيديوهات وعيد حاجة يعني هي كده كده معمولة علشان بس انتم ما تملوش ما تنسوش يا بنات اللي اول مرة يتابعني اعملوا اشتراك للقناة وفعلوا زر الجرس عشان ان شاء الله الفترة الجاية هنبدأ نعمل في ديكورات رمضان لو حابين يا بنات تستخدموا طارة خشب ما فيش مشكلة بس الافضل هيكون الشاسي الحديد انا خلصتها بالشكل ده بصوا ما خدتش معي اصلا وقت خالص وعايز اقول لكم زي منتو شفتو يعني شكلها حلو جدا جدا فوق السرير او حتى لو هتحطيها عندك في الليفنج او في اي مكان احنا يسا هنعمل حاجات زي دي مع بعض كتير جدا لان بصراحة البنات طلبين مني حاجات كتير موجودة عندي في البيت في بنات كتير طلبينها ان نعملها فالفترة الجاية هنعمل برضو حاجات من دي كتير في ديكور رمضان بعد كده جبت القش وربطه على الشاسي وبدأت الفه انا ما استخدمت الشمع خالص كل ما واحدة بتقرب تخلص منهم بقوم ربطة فيها واحدة تاني ولفها وهكذا الزيادات بنقصها بالمقص الطريقة بتاعتها زي ما بقول لكم سهلة وبسيطة لو اي حد عنده اي اقتراحات او انت في ديكور عجبك وهو غالي بالنسبالك وحابة تعمليه بنفسك ابعتيلي وانا هساعدك ان شاء الله زي ما بقول لكم هفضل الفها كده لحد ما هعمل الشاسيه كله عذروني بقى انا كنت يعني متوقع ان هي باينة بس طلع ان هي ما كانتش باينة في الكاميرا هي سهلة ما فياش اي حاجة صعبة هخلصها بقى كلها وبعد كده جبت الصدف ده مش شرط الصدف انت لو عندك اي صورات كور خشب لولي اي حاجة موجودة عندك ممكن تزيني بيها وكمان لو حابة ان انت تسبيها كده مفيش مشكلة خالص انا هبدأ اثبتها على الخيط اللي انا ربطته ده والاتنين الثانين زي ما انتم شفتوا في اول الفيديو عملتهم عكس يعني ثبتنا الصدف على الشاسيه نفسه وكنا مبينين الخيط خلصتها يا بنات بالشكل ده ما تنسوش طبعا تقولولي رأيكم واقتراحتكم واستنوا فيديو اشتركوا في القناة